من كم يوم ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية راح يزور بوتين علشان يهدي شوية في موضوع أوكرانيا يا عم بوتين لو سمحت ما تخزوش أوكرانيا بوتين قاله تفضل تعالى فحصلت قصة لطيفة جدا الناس كلهم فجأوا بشكل الترابيزة اللي قاعد عليها بوتين وماكرون زي ما انت شايفين يبعدوا عن بعد اربعة متر الناس اتغربت جدا ايه يعني ليه عاديين بعد والقوضة فاش حد يعني شكل الترابيزة كان مضحكا كوميديا لدرجة ان تعمل عليها كوميكس كتيرة جدا والناس كانت فاكرة ان هو ده شكل الاجتماع وخلاص يعني يعني حتى الناس قاعدة تسأل طب هم بيسمعوا بعض ازاي انت فاهم ازاي يعني فيه بقى جابوا صور لمكرون وهو جايب بوء كده وبيه انما شكل الترابيزة كان مضحكا لغاية اما النهاردة ظهر ليه القاعدة دي كانت كده قالك الرئيس ماكرون رفض يعمل بي سي ار في روسيا رئيس جمهورية داخلي قابل فوتين قال له ما عليش يفتح مرخيرك بقى عشان قال له انت بتعمل ايه قال له لا البي سي ار عشان محدش يقدر يدخل على الرئيس غيره قال له لا بي سي ار مين انت بتعمل لانا بي سي ار قال له قال له لا انا مش عام بي سي ار قال له خلاص بقى انت مش هتقرب له ولازم اقرب حاجة ليه تبقى مترين يعني انت مش قريب منه اكتر من مترين او تعمل بي سي ار فطبعا ماكرون اعتبر ده اهانة للليبرتي كواليتي فرانسيس كل الحوادد دي فرفض يعمل في واقع الامر طلع انه ماكرون ما رفضش يعمل البي سي ار كرامة وعزة بس يعني هو كرامة وعزة ايضا بس مش بس هو خاف ان الروس ياخدوا الحمض النووي بتاعه ما هم ما يدخلوا البتاع دي في مناخيره ياخدوا الحمض النووي بتاعه فلما ياخدوا الحمض النووي بتاعه بقى يعملوله سم يعملوله حاجة يتعرفوا على جسمه بس طبعا النكت اللي اتعملت على الترابيزة الغريبة ولكن فهمنا وهو هنا ماكرون طبعا مركبين له البوق ده ما كانش موجود انما طبعا تريأة العالم ولكن نهارده عرفنا الحقيقة ان بوتين قال لماكرون لو سمح اعمل بي سي ار فقال له انا اعمل بي سي ار انت تجنينت قال له طب بنقعد بعاد عن بعض انا في حتة وانت في حتة تانية دي الحكاية الحقيقية واللي تم الاعلان عنها اليوم خلينا نطلع في فاصل الاعلان